عام منذ تصافحة الأياد وارتفع منسوب التفاؤل بتغيير المشهد في اليمن وبداية حلحلة الأزمة المشتعلة منذ خمس سنوات عام كامل مر على اتفاق السويد الذي اتفق فيه وفداء الانقلاب والشرعية على عدة ملفات أبرزها ملف الحديدة وملف تبادل الأسرى ولكن لم يتحقق شيء منذ تلك اللحظة فيما يخص الحديدة الملف الذي حاز على الاهتمام الأكبر من الأمم المتحدة فشل ثلاثة جنرالات أمميون تعاقبوا على رئاسة الفريق المكلف بالإشراف على عملية الانسحاب وإعادة الانتشار في تحقيق أي اختراق في المشهد بعد عرقلة ميليشيا الحوثي لأي خطوة من شأنها رفع يدهم عن الموانئ أو المناطق الحيوية داخل المدينة أربع عشرة منظمة دولية قالت في بيان لها إن قرابة 800 ضحية بين قتيل وجريح هم حصيلة عام من الهجمات التي أعقبت توقيع اتفاق ستوك هولم مشيرة إلى أن الحديدة أصبحت أخطر مكان في اليمن في ظل استمرار الهجمات وتفاقم الأوضاع الإنسانية في المحافظة لا ينفك غريفث بالإعراب عن تفاؤله في تنفيذ الاتفاق بينما يقول الواقع أن ميليشيا الحوثي لم تقدم تنازلا يسمح بمد جسور السلام في المحافظة سوى مسرحية استبدال قوات الميناء بنفس الجنود بعد تغيير زيهم العسكري كان يفترض أن يقود التقدم في الحديدة إلى فتح باقي الملفات وعلى رأسها ملف تعز المدينة التي تشهد منذ بداية الحرب حصارا خانقا من جانب ميليشيا الحوثي إلا أن ذلك لم يحدث حتى اللحظة بل حتى الملف الإنساني المتعلق بالإفراج عن الأسرى الذي كان كثيرون متفائلون بتنفيذه مني بالفشل بعد رفض الحوثيين صفقة الإفراج على أساس قاعدة إطلاق الجميع مقابل الجميع كما كان متفقا عليه في ستوكهولم لا شيء تحقق على الأرض حتى اللحظة لكن الأمم المتحدة ومن دوبوها لا يرون ذلك لتستمر حفلة بيع الوصفات السيئة لسلام زائف يقضي على ما أبقته الحرب من حياة اليمنيين ترجمة نانسي قنقر